السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نرى كيف من خلال موقع كنفا اقضر اعمل سفيت بتاعي بشكل حلو واحترفي ممكن افتح هنا دوكومنتس وافتح اي ورقة ومن خلالها اقدر استدعي الاداية اللي تخليني اكتب السفيت بتاعي او ممكن من أبس هبدأ اشوف ايه الأبس اللي انا اقدر اكتب من خلالها السفيت الابس دي مواقع هو رابط نفسه بها زاد ال اي اماجين شايد كل الحاجات دي تدر انت استخدمها من خلالها ودي حاجة جميل جدا انا اقل له job and resume ai جاب الحاجات دي كلها طبعا انا عايز دي هبدأ ان انا اختارها وقل له انا عايز استخدامها في new design او fit design موجود قبل كده دي عبارة عن ايه انه هو هيبدأ يسأل لبعض الاسئلة وبش محتاج ان انا اديله كل المعلومات هو هيبدأ ان هو ايستنتج انا عايز اعمل ايه تمام هو بيقول لي انت عايز تعمل ايه و لكن دي 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 كومنتس اي فور هو من خلال الذكاء الصناعي انا ممكن اقول له مثلا ان انا شغال بن منجر هو يبدأ يدور و يبدأ يحط لي ايه المهام بتاعت البن منجر فانا مش بابدأ مسفر او بابدأ يديني سيفيه التمبليت وابدأ ان انا عدل الكلام لا الموضوع اسهل وابسط بكتير من كده طيب لو انت فتح الدكومنتس العادي بتاعتك ويقول طلب ابس هتلاقي الجوب اللي تقدر تدوسها من هنا تقدر تدوس اب وتلاقي كل التطبيقات هتقول له جوب وتختار التطبيق دوت او الابس دوت هيبدأ يشغل معك و هو يبدأ يحمل و يبدأ يسألني اسئلة هو يبدأ يستنتج يعني انا لما اقول له انا موليد 3480 هو استنتج انه يعدك كم سنة لو استفيا عايز كم سنة هيبدأ ان هو يكتبه بالشكل البروفيشنال لو انت ديت له وظافة كثيرة هو يبدأ يرتبهم فهيساعدك كثير جدا في عمل السيلي بتاعك هو هنا بيسأل لي ابيو اللي يكتب التاكست هنا ويكتب الجوب ديسكريبشن هنا فانا ممكن اروح كده لسيلي بتاعي سواء كان وورد او ابدأ انسخ المعلومات وابدأ ان انا ادهاله هو اوتوناتك يبدأ يشوف الداتا ويبدأ ان هو يحللها ويبدأ ان هو يكتب الداتا لو عايزة فانا ممكن ان اصدقه فانا مستخدم الجوزة فانا نسخ الجوزة ويقال له لديه 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 مثال الكلام اللي يمكن ان تكتب فانا تنزل وانا ترى المعلومات وتبدأ ان انت تنسخه بالشكل ويقال له ويقال له يعني ابدأ انت ادينك ادراحات للمفترض تكتب في السيلي فهو بشاهده الكلام اللي انت كتبته كوبس لا هو هيعدل عليه ويعمل له تحسين وتصبيت كل حاجة هو كده بيحلل الداتا بتاعتك وابدأ اشوف ايه الحاجات الصحة والحاجات اللي محتاجة تعديل بص اعمل ايه كده بتفصيل وكده بتفصيل وكده بتفصيل كتيره انا لم يكنتش كتب اللي سكيلز دي خالص تمام وعمل لي كفر ليتر طب لو كفر ليتر مش عاقبك خلاص قول له ريجينرية اعمل واحد تاني واحد تالت واحد رابعة واحد خمس ممكن تقول له ريجينرية قول يبدأ اعمل كله طيب بعد كده ممكن تقول له ممكن بعد كده تقول له وانا عايز كوبي اول تقول له ينسخ لك كل الكلام الموجود تبدأ تقول له كوبي وبعد كده تبدأ ترتابهم زي ما انت عايز في الملف بتاعك هوت وبعد كده تحط الصورة بتاحتك عادي كانت تشغيلها على ملف وورد او الشكل دوت ولو عايز تزاود صفحة تقدر تزاود صفحة من ايه بيش مجرب بس هتنسك شوية وانا عايز تزاود صفحة بس هو كتب لك الديتا وكتب لك البيانات اللي تسهل عليك ان انت تعمل السي بي بتاعك انت مجرب بس تقول له انا شغال مثلا مهندس كهربة فهو يبدأ يكتب لك كل الحاجات اللي هي علاقة او اللي بيكتبها مهندسين الكهربة ومنت بقى تشيل حاجة اللي انت مش بتسكنها يعني لو انت مثلا ما بتشغلش على برنامج نفس ووركس خلاص امسحه وتقدر ان انت بقى تزبط المعلومات بتحتك هنا زي ما انت عايز فهو اقتراح لي بعض الحاجات اللي انا مكنتش كاتبها وكتبها لي بشكل حلو فوفر علي وقت مرحز